لدينا ملفات كتير عايزين نتكلم معاك فيها متعلقة بالدوريات الأوروبية تعالي نبتدي بالدور الإنجليزي الأكثر سخونة والأكثر يعني متعة كمشاهدة يعني المتعة فعلا بالنسبة كل الناس اللي بتتابعوا ونبتدي بمحمد صلاح ومشواره وليفربول ومشواره في النسخة دي من الدور شايفهم ازاي؟ طبعا الدور الإنجليزي السنة دي موسم مميز جدا وفيه أكثر من فرقة بتنافس على الدور فالسراع والتنافس كبير جدا بين أكثر من نادي كمان مختلف عن السنة اللي فاتت بالأمس طبعا ليفربول كسب برينفورد 3-0 محمد صلاح طبعا النجم المصر سجل هدفين ودخل كده سجل هدفين سجل 200 هدف في الدور الإنجليزي 198 جول ليفربول واثنين بيقاميست شيلسي محمد صلاح دلوقتي وصل لعشر أهداف في الدور الإنجليزي وأربعة أسست فعمل أرقام مميازة جدا مع فريق ليفربول سوى في الدورة أو دورة أبطال أوروبا دلوقتي محمد صلاح ورقم واحد فريق ليفربول يعني بيمثل ميسي دلوقتي زي برشلونا في الفترة الماضية أعتقد هو دينامو الفريق ومحور أداء بشكل كبير جدا مبارح طبعا كان فيه حركية بشكل مميز جدا سو بصلاي عمل أداء كبير كمان النقطة الإيجابية فريق ليفربول للفترة الأخيرة أنه بقى فيه تفاهم كبير جدا بين داروين نونيز ومحمد صلاح فالتفاهم ده عامل شكل هجوم حلو الفريق ليفربول وطبعا كان فيه القائد برضو مميز جدا مبارح تشيلسي ومنشستر سيتي وانتهى أربعة أربعة طبعا هالند تقريبا أحرص هدفين ها طبعا كان مباراة مميزة جدا انت شايفت الصورة دي؟ حياكل إبلينا حياكل إبلينا في الصورة هو طوله كام شيء صعب جدا طبعا طويل جدا ويعني قوة جثمانية كبيرة جدا وصفاح يعني زي ما بنقول بالنسبة طبعا للقائد سيتي ويتشيلسي كان أحلى مباراة حتى الآن في الدوريات الأوروبية كلها أربعة أربعة كانت مباراة ممتعة من الفريتين في أول عشرين ديئة طبعا فالتفاهم صلاح ممكن يقلل الفارق بينه وبين هالند هو دلوقتي بقى عشرة وهالند 13 صح كده؟ وطبعا لسه المشوار طويل فالتفاهم هالند هيسمع تاريخ وله لسه أصل 22 سنة؟ ده مفروغ منه مفروغ منه يعني أنا أعتقد أن الأمور صعبة في وجود هالند خاصة أن هالند بردو يعني بيبقى طول داخل التمنتاشر عنده أسكوات بيساعده محمد صلاح هو اللي بيساعد نفسه ما فيش بردو اللعبة بتساعد محمد صلاح بشكل كبير جدا عكس طبعا أن فريق السيتي طبعا فوس الملعب عنده برناردو سيلفا وفودن والفريز بيقدروا يلعبوه شكل جيد وكيفن دوبرين لما يرجع بالنسبة طبعا لقاء الليفر لقاء السيتي وتشيلسي أربعة أربعة كانت مباراة ممتعة للفريتين في أول عشرين دقيقة أن تشيلسي بالنسبة لي فاجئنا أنا نزل بضغطة عالي وحرم السيتي من بناء اللعب اللعب اللي بيحبه السيتي فالسيتي أكبر على لعب كرة طويلة فالتشيلسي كان بدأ المبارا بشكل جيد جدا كمان أخطر عنصر في فريق السيتي كان دوكو أعتقد اللعب جيمس الباكرية لفريق السيتي يقدم أداء جيدة عليه وإحتوى مخاطر دوكو بشكل كبير جدا طبعا الشوت الأول خلس 2-2 كان فيه أهداف بكل الطرق شفنا من تزديدات من دربات رأس من هجمات مرتدة فكان فيه أداء مميز من الفريتين وكان فيه رغبة واضحة ما كانش فيه التحفز الكبير من الفريتين حتى الشوت الثاني استمر لنفس الراتم ونفس الأداء سرعة في الأداء بشكل كبير جدا لكن كان نقطة التحول من وجهة نظري التبديلات المدرب بتاعت شيلسي بوتشوتينيو خاصة لمنزل اللاعب مدرك وخرج اللاعب إنزو فرلندز فحول الطريقة من الأربعة 3-3 للأربعة 2-3-1 وبالتالي بقى فيه طريقة هجومية وشكل هجومي أكتر ودى رحيم ستيرلينج ناحية اليمين بقى فيه تفاعل ناحية اليمين وفيه نشاط ناحية الشمال ففيه توازن في الجبهتين كمان خلى بالمر يلعب صنع لعب تحت اللاعب رحيم ستيرلينج اللاعب جاكسون اللي قدمه مبارات مميزة جدا فأعتقد كان لقاء مميزة جدا وكل المشاهدين استمتعوا به وأعتقد يعني التعادل العادل نظرا للمجهودات الجبرة للفريتي هو ممكن الدوري الإنجليزي الموسم ده فعلا مع اللي بنشوفه من فنيات مختلفة وتطوير في أداء وفرانكينج بعض الفرق حتى هذه اللحظة يعني ما لناشى فترة طويلة عشان ندر نحقق أمي بس ممكن يكون النتائج هذا الموسم مختلفة تماما عن الموسم اللي فيما يختص بالدوري الإنجليزي أنا عايزة كمان نروح معك لنقطة بيما ان احنا ذكرنا هالند سمعنا معلاش الكلام ده برضو حي ولا بس قلنا رأيك في هذا الموضوع ونسبة برضو يعني تحقيقه ان هالند مفروض ريال مدريد دلوقتي بيدرس فكرة الشرط الجزائي بتاعه عشان يضموا ليه ريال مدريد فهل الكلام ده ممكن يحصل وهل لو حصل حتى تبقى خطوة يعني مناسبة ليه هالند ولا لا بقاءه مع منشستر سيتي أفضل حاليا يعني أنا أعتقد في الفترة حالية يعني ما فيش مفاوضات كلها بتبقى اجتهادات صحفية ووسائل الإعلام بتتكلم كتير الكلامي أكتر على ريال مدريد في صفقة مبابي أعتقد هالند يعني الأفضل ليه يستمر في فريق السيتي وبيب جورديولا خلاص وصل للإندماج والتفاعل بشكل كبير جدا عكس ريال مدريد برضو فأعتقد أسلوب هالند يعني مناسب أكتر لفريق السيتي فيعني دلوقتي لا يحدث مفاوضات خاصة أن الفترة حالية ممنوع أي فريق يتكلم على لاعب ممنوع قبل نهاية عادة بستة شهور عشان ما يتعرضش المخالفات قانونية تعالي بقى نروح شوية للدوري الأسباني وجيرونا عمل شغل ومفاجئ ناس كتير شايف رحلته في النسخة دي من الدوري الأسباني طبعا جيرونا بادئ موسم مميز جدا واستثنائي يعني عامل هو دلوقتي المركز الأول 34 بنت يعني عامل أداء كبير جدا مخسرش لمطش ريال مدريد وبعدها عمل ردة فعلي مميزة وكسب المبارات كلها كمان عنده خط هجوم مميز جدا اللعب دوفك أعتقد يعني جيرونا ماشي على مشروع سيتي الشركة الملكة لفريق جيرونا هي نفس الشركة الملكة لفريق منشستر سيتي سيتي جروب تابع لي منصور آل نهيان فريق جيرونا بيلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة في الحالة الهجومية بتتحول للاثنين ثلاثة خمسة عندهم داني بيلند في عملية بناء اللعب بيزيد لوسط الملعب عشان يعمل زيادة وبالتالي الاثنين اللي جنبه لهم بيزيدوا يشغلوا أنصاف المساحات فبيبقى فيه تكسافة عددية في خط الأمام وبيسجل أهداف أعتقد يعني جيرونا ماشي بشكل جيد وعنده تشكيلة مميزة العمود الفريق مميز جدا سواحرس المرمة جزالانيجا والهجوم دوفبك وكمان عنده إيفان مارتين ويسافيو في الوسط لو عرضنا دلوقتي جدول ترتيب الدوري الأسباني حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها خليني برضو أروح معاك متوقع الاختلافات تبقى فيه الأسبوع اللي جاي يعني أنا أعتقد ريال مدريد برضو برشلونا وأتلتكو الثلاثي الشهير هتكمله برضو يعاد جيرونا جيرونا أعتقد يعني برضو يعني ما عندهش النفس الطويل ممكن شوية ويقع يعني يتراجع شوية ولكن إحنا كمتنبعين نتمنى يستمر على نفس المنوال والاستمرارية تبقى طبعا فيه تنافس شديد بين 3 و 4 أندية ولكن طبعا تحية كبيرة لجيرونا ومدربهم طبعا ميشيل أنخيل سانشيز اللي عامل أداء مميز جدا فنعتقد الريال وبرشلونا برضو هم اللي في النهاية هم اللي هينفسوا يعني على الدور الفكرة في بعض الدوريات المختلفة برضو العالمية بتلاقي زي عندنا يعني فيه top 3 top 2 كل موسم ببقى فيه بس تفاوت إلى حد ما فيه الرانكينجز الأولى التلاتة يعني لكن برضو ما فيش حتى هذه اللحظة وبقالنا سنوات كده فيش جيه فريق فجئنا في دوري ما وأخذ مسألة وحصل على الدوري الثبات في النتائج عالميا ده رجع لإيه برضو عشان بيفقد المتعة خلينا نقول طبعا بالنسبة للثبات طبعا في الدوريات الكبرى ما بتباشر لكل فترة بتحصل زي مثلا في 2016 في أريستر سيتي كان مفاجئة الموسم وعمل أداء مميز ولكن حظ لستر سيتي أن ساعت المنافسين كانوا في مستوى متدني السيتي كان لسه ضعيف تشيلس كان لسه بيعمل فريق وكذلك ليفربول بالنسبة طبعا لجورونا أعتقد برضو الأمور صعبة عليه أن ريال وبرسلونة يعني في حالتهم قوية جدا فبالتالي الفرق دي معروفة هم اللي بيغضوا الدوريات ما بتستناش بقى كل فترة كده حتى الفترة اللي حصل فيها دروب 2020 لبرسلونة برضو ما كانش متراجع بالشكل اللي هو يعني نستوقعته رغم رحيل ميسي والأزمات المالية اللي كانت بتمر بيها وقتها الإدارة يعني لما وقت الفترة تأكد كورونا دي كان الدول الأسباني ما كانش فيه تنافس كبير كان فيه تراجع بشكل كبير كان ريال هو اللي بينافس وبرسلونة برضو رغم اللي هو المشتوى في هبوط ولكن كان هو اللي بينافس أتلتك كان برضو بعيد أعتقد أتلتك السنة دي مع دياجو سميوني عامل أداء برضو جيد فيبقى فيه تنافس كبير جدا فيه فيه فرق كبيرة وليها أسماء وليها تاريخ وليها ثقل لما شفنا كده جدول الترتيب بتاع الدولي فيه فرق متطوحة بعيد ما بين بالينسيا ريال سوسيداد في المركز السادس وساسونة في المركز الـ 12 فهو إيه اللي حاصل في الدول الأسباني الفرق دي كل سنة يعني بتنافس يعني بتبقى منتصف الجدول مثلا من العشر للخمستاشر يعني هو ده بيبقى أطموحهم للأسف ما فيش طبعا بيبقى مفاجآت كبيرة جدا أعتقد هي المفاجآة السنة دي ججرونة وكمان بمناسبة فالنسيا دا كرة كمان تحسن بشكل كبير جدا السنين اللي فاتت كان بينافس على الهبوط السنة دي لقى دلوقتي في المركز الثامن فطبعا الفالنسيا كان من الأندية كبيرة في الدول الأسباني فده كمان دلوقتي هم متحسن بشكل كبير جدا صحيح طيب فاصل صح اه سريع جدا فاصل سريع ونرجع نكمل قادرتنا ودرلشتنا معنا فضل نرجعنا عشان نكمل كلامنا في كرة القدم العالمية واحنا لغاية دلوقتي خلصنا كم دوري كلمنا عن الأسباني وكلمنا عن الإنجليزي موقفناش عند الفرنسيا والألماني لغاية دلوقتي الفرنساوي بفيوش حاجة هو PSG PSG بينافس نفسه خلينا نروح للألماني أحسن طيب خلينا عرف منك أستاذ نادي بتشوف لحد لوقتي إيه الأندية اللي هي مهيمنة في الدوري الألماني وجد نظرك طبعا الفترة الأخيرة باير ناميونيخ واللي مسيطر على الدوري طبعا لكن السنة دي أعتقد الأمور مختلفة فريق تشافي ألونسو باير ريفر كوزين عامل أداء مميز جدا وحاليا المتصدر عامل أرقام كبيرة جدا وشفنا تأهل في دور 16 للدوري الأوروبي يعني في كل المباريات لعب 17 مباراة في كل البطولات فاس في 16 ويتعادل في واحد لم يخسر ولا لقاء حتى الآن مسجل 59 هدف وداخل في مرموعة 14 فأرقام بتنم على فريق عنده شخصية هجومية كبيرة جدا وفي توازن فيه الدفاع ألونسو طبعا بيلعب كرة قدم هجومية وأعتقد هو الخليفة لأنشلوتي في ريال مدريد بيلعب بالتلاتة أربعة تلاتة عنده جونسان نتاه وكسونو في الدفاع عاملين أداء مميز جدا في عملية بناء اللعب عنده أشكال متعددة في الخلق بالكرة ممكن يعمل تمرير مباشر للمهاجم هوفمان أو يطلع على صريع الأطراف سوى باكي مين أو باكي مال أو ممكن ينزل اتشاكة يستلم من قلبي الدفاع عنده أمور متعددة جدا وبيلعب طبعا بالضغط العالي وبيداي الخسم بشكل كبير جدا وبيسترجع الكرة بشكل سريع أعتقد يعني عامل شغل مميز جدا ونتمنى له طبعا يعني ياخد الدور الألماني عشان إيه مش كل شو سنة يبقى باير نميونيخ طبعا أعتقد برضو من الناس اللي عامل شغل يعني هاي السفير كرة القدم المصرية في البونس ليجا عمر مرموش وماشي بخطوات سابتة لغاية دلوقتي وعمل شغل حلو الحقيقة ده صحيح عمر مرموش عامل أداء مميز السنة مع فريق فرانكو فورت سوى في الدور الأوروبي أو في الدور الألماني يعني مسجل برضو في البطولتين عشر أهداف ستة الوحدهم في الدور الألماني عامل شغل مميز في الجناح الشمال مع فريق فرانكو فورت شفنا قدام فريق يونيوم برين سجل هدفين شفنا قدام بروس اليرتوموند سجل هدفين كان موجود في التشكيلة المسالية في الدور الألماني في الجولة التمنى كمان معه اللعب التنسي إلياس السخيري واللعب الجزائري فارش شايبي في وسط الملعب عاملين أداء مميز وبصراحة فيه تقلق للعرب في الدوليات الألمانية شايفين نصير مزره في بايرن ميونيخ رامي بن سبعيني في فريق بروسيا دورتموند فالعرب بصراحة عاملين أداء كبير في الدوليات الألمانية وكل فريق يعني عاملين فارق بشكل جديد في حد منهم أعلى من الثاني لو بصنا على مشوار محترفين أو لعبتنا الدوليين في الدوليات الأوروبية المختلفة وتعالى نطلع صلاح بره الحزب لاعتبارات كتير يعني أنا أعتقد مرموش لو اشتغل على نفسه أكتر ممكن يكون هو يعني اللي هيبقى بعد محمد صلاح وممكن يروح نادي كبير جدا يعني لو استمر بنفس الأداء في فريق فرانكوفورت فرانكوفورت من الأندية الكبيرة واخد من سنتين في الأوروبة ليج فأعتقد فريق متشاف برضو وعنده كشفين الناس ممكن تشوف عمر مرموش لو اشتغل بشكل جيد ويبقى عنده أم حاجة الاستمرارية يعني ما يبقى ما تشاط معينة ويقعد زي مثلا مصطفى محمد في نانت أعتقد كان بادئ بداية مميزة الفترة الأخيرة برضو اختفى شوية فأهم حاجة للعب المصري بفيه استمرارية على مدار الموسم فسوى مصطفى محمد كان عنده بعض المشاكل يعني مع الإدارة في النادي كان فيه دغوطات عليه وبالبعض ده أثر على أداءه شوية لكن مصطفى محمد متقلق جدا برضو كان سواء مع ترابزون أو دلواتي مع نانت أنا بشوف كده يعني ملاعبين بصراحة مميزين جدا طبعا مصطفى يعني أعتبر دلوقتي أفضل مهاجم في مصر بدأ الدور الفرنسي بداية مميزة وسجد خمس أهداف ممكن يكون الضغطات والمشاكل مع الإدارة دي ممكن أصر بالسلب عليه ولكن يتمنى له يعود في أقرب وقت ولكن بالنسبة طبعا للسؤال أنا أتمنى طبعا يعني أعتقد عمر مرموش هو الأفضل يعني في كل المصريين يعني المحترفين وفي حالة مصطفى محمد لأنه برضو في الفترة الأخيرة ابتدى يبقى فيه كلام عن إمكانية رجوعه وانضمامه لأواحد من فرق القمة في الدور المصري شايف إلى أي درجة ممكن الكلام ده يحصل فعلا لا أعتقد صعب جدا الكلام دلوقتي على مصطفى محمد اللي هو يستمر في الدور الفرنسي أو يروح الدور الإنجليزي فريق وستهام بيتكلم عليه كمان فريق توتنهام يعني ينقص مهاجم فيه كلام برضو حالة قرية منتاشر ونتواجه في الدور الإنجليزي طبعا نقلة مميزة جدا لمصطفى محمد مع فريق توتنهام خاصة أن توتنهام صبرت شارلسون مأثر في العمق الهجومي ما بيلعبش اللسون فشفناه في اللقاء الأخير فريق توتنهام يعني خسر اللقائين كان بدء الدوري بداية مميزة جدا خسر اللقائين من تشيلسي 4-1 من ويلفرهامتون 2-1 أعتقد المطلوب لفريق توتنهام عشان يرجع يعني المدرب يلم الفريق بشكل سريع ما يخشش في الروح الإنجليزمية يبقى متواضع وعنده يعني يعلع بسلوب منطيكي شوية أنا بشوفه يعني في القائد الشلس كان مطلوب منه اتنين ومع ذلك بيلعب بدفاع متقدم وسعي بمساحات كترة خلفه أعتقد دي أمور سلبية بتأثر على الفريق لا لازم يتعامل مع المباراة بهدوء ومنطيكي أكتر من كده ويقفل مساحات وأعتقد مع الفوز يعني الفريق يعني يعود تاني للانتصارات نادر فاضل دقتين وأنا حستغل للوقت دانا وكريم برضو نروح معاك لملف التحكيم ملف التحكيم مش هتكلم داخليا لأن ده عايز سنتين مش دقتين خلينا نتكلم عن الدوري والله الواحد يعني دي انكفف السنتين نحن بقلنا سبع سين نقول نفس الكلام بس أقول لك هم يبكي وهم يدحك بس طبعا يعني في الأول في الآخر حتى وإن كنا بنهزر بس طبعا هو ملف في غاية الأهمية ونتمنى إيجاد حل ليه في الفترة القادمة وإن كان فيه بوادة دلوقتي مع بيريرا وغيره داخليا يعني خلينا نروح للدوري الإنجليزي وفكرة هنا التحكيم مؤخرا في الدوري الإنجليزي اللي أصبح عليه علامات استفاهم شوية والناس أصبحت تقول لك لا ده مش فار أبدا يعني الموضوع بقى مبالغ فيه وبقى فيه دلوقتي محزبة برضو لبعض الحكام وعلامات استفاهم زي ما كنت بكلم هيا نروح معك لده طبعا التحكيم يعني أعتقد دي النقطة السلبية في الدوري الإنجليزي كل حاجة متمنزة في الدوري الإنجليزي إلا التحكيم بصراحة يعني أداء كاريسي ويأثر على نتائج الفرق شوفنا الحكم لما غلت في القاءة تنهام وليفربول وليفربول بيخصر القاجمة كبيرة اللقاء الأخير أرسنال خسر برضو بقطع تحكيمي منه يكسل يعني الكرة قد طلعت وفيه فاول ما حسبهاش خالص ففيه أداء كاريسي من التحكيم هاورد ويب رئيس لجنة الحكام يعني لازم يبقى فيه تحسن للحكام بشكل كبير جدا يعني بعطلهم بريرة بقى يعني لو القصة كده لا طبعا حاجة غريبة جدا وده دوري الإنجليزي يعني طبعا قبل كده كمان قبل الفار كانت الأخطاء يعني مقبولة دلوقتي وجود الفار أعتقد الأمر غير مقبول والنتائج بتأثر وطبعا لما الحكم بتوقف مط شين أو تلاتة ما لاش لازم برضو الفريق يعني ما خدش حاجة إلا خسر طبعا التلاتة بونت فنتمنى طبعا التحكيم يتحسن ويبقى فيه تقنيات حديثة سمعنا أن احتمال ربطة الدور الإنجليزي تتعاقد مع شركة جديدة اللي هي أصلا ويغيره مشغل الكاميرات ويبقى فيه تقنية خط مرمى جديد فممكن التقنيات الحديثة دي يعني تحسن تقالي الأخطاء شوية دورتنا الله يخليك أسكري شكرا جزيلا وقراءة أكتر من ممتازة للدوريات الأوروبية لأ لادر ما شاء الله عليك ملم بكل التفاصيل الخاصة بالكرة العالمية والدوريات الأوروبية يعني مشكرك جدا عابودك معنا إن شاء الله تقابلنا مرة تانية أو تنورنا مرة تانية شكر حضراتكم برضو أنا وكريم على متابعتنا النهاردة نشوفكم بكرة بإذن الله